السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصة تعنا وين غادي الرد تعنا على المدعو بيومي وهو إعلامي مصري معروف الذي قال بأن شمال إفريقيا يعيشون الوهم المنافسات مع مصر وبأن المنتخب المصري يملك ألقاب لا تملكها المنتخبات شمال إفريقيا مجتمعين وأن شعبية الأهل والزمالك في الخليج أكثر من أندية شمال إفريقيا وبصحة الصحافة واحد لأرنسيا جوار شا قال تعكم قالوا كنا من بو نلبو مع شمال إفريقيا نجيبوا آربيت ليتهم معنا يعطينا بيناتي خرجنا جوار فلاني جوار فلاني جوار فلاني أنا عندي معلومة من عند صحافي كان مقرب جدا جدا لسعدين قال ذلك صحافي قالوا قالوا لو كان ما تبليسه ليش حليش في القاهرة نها اللي خسرنا دوزير وقالوا ما كنتم تقلوا كتغلين نجيب خليف كاسيو من فمك قالوا ما تبليسه هو ما في الدوميل ديش شا قالوا في زودين تحليش بيك تعقلوا ليها مع كوفي كوجا في زودين تحليش باش يقدموا صحيك هذه هي وإن شاهدوا شا تكلم هذا المعلق هذا وأولا لا نعلم بالضبط سبب هذا التصريح رغم أن الموديع لم يسأله عن شمال إفريقيا أما أن عقدة فوز الجزائر بالكان في أرض مصر هي سبب هذا الغل والحق أم هي الهزائم المتتلية للأهل في نهائية دور أبطال أمام الويداد والتارجي أنا نذكر شمال إفريقيا ثانيا أنت تقول بأن مصر تمتلك سبع ألقاب صحيح إذن لماذا لم تسأل نفسك عن المشاركات الباهتة للمنتخب مصر في مونديال لا يعقل أن نجد مشاركتين يتيماتين في المونديال للمنتخب يقول عنه أنه لا يقارن ولم يستطيع تحقيق أي فوز أو حتى تسجيل أكثر من ثلاث أهداف هذا دون الحديث عن الكولسة التي كانت وراء أغلب تلك الألقاب والذهاب في 2018 إلى كأس العالم شدنا كيفاش المباراة كيفاش الحاكم وكلش وإحنا نعقل لنا مشاركة تعكم في التسعين وسجلت هدف واحد فقط سجلت هدف واحد ثالثا أنت تقول أن شعبية الأهل والزبالك بالخاليج لا يملكها فرق شمال إفريقيا ومن قال لك أننا نحن شمال إفريقيا نعترف أصلا بالجماهير الخاليج يكفي أن هناك شارع بالبرازيل يحمل اسم الراجع والفريق البرازيلي يحمل اسم الراجع والأغاني الجماهير الجزائرية والتونسية والمغربية تترجم إلى عدة لغات وتتغنى في الكثير من الملاعب الأوروبية واللاتينية ولا تنسى أن منتخبات شمال إفريقيا هي العقدة للمنتخب بلادك والمواجهات المباشرة تعطيك الجواب ثم أين محترفين بلادك أنت تقول باستثناء صلاح عدد لعبكم لا يتعدى عدد الأصابع اليد الواحدة وأخيرا وليس آخيرا قرنت كثير بين الأهل والزمالك والرجاء والويدات قلت أن هناك الفريق كبير نحن لم نقل العكس لكن إن إلى الحدود كتابة هذه كما قلوه إحنا تكلمنا بهذه الطريقة يعني دائماً أين عندكم عقدة تيجاه شمال إفريقيا نعقل الجزائر يتلعب مع عمص والتي تتعيروا في شمال إفريقيا نعقل لنا مليح 86 كاليفيكاشو كوب ديمون أين المغرب جابت من عندكم التأهل من يكملوا 0-0 جابوا من عندكم التأهل كان بادو زاكي وكل شيء نعقل لها مليح لكالبارتيانية نعقل لها مليح هذو هما المصريين اللي أعجبوكم هذو هما الإعلاميين أكتو كيفاش هذا إعلامي ديناك طاح إنسى بللي عنا نحن فيك عنا صطيف عنا جياسكا إنسى بللي عنا صطيف عنا جياسكا إنسى بللي شبيبة القبائل 2010 كيفاش درنا لهو فماك تجار تجارة 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 شبنا كيفاش درنا لكم صطيف كذلك في 8 و 80 إليمينات الأهلي إليمينات المنتخب الأهلي منتخب مصر اللي راح لعب كانوا فيها عشرة اللعبة يلعبو في المنتخب المصري كانوا يلعبو فيها هملا صطيف الفريق العالمي لي إليمينا بللي بيناتي في المك سرار مركات البنت التالي وكانوا أصمان أصماني أصمان لا يشافيه لا يذكره على أخير وين كانوا يعيطلو أبو لحيا قلعولو الكاسكي طاب في للي بيناتي خرج وقيل زوج لا خرج واحدة تعلي بيناتي وقيل زوج زوج خرج زوج للي بيناتي دمي فنال هاكتشو كيفاش هاو لازم تتفكر تاريخ هذا رغم الضغوطات ورغم الناو شناكم كيفاش انتوما ما عندكم شروح رياضية ما عندكم شروح رياضية مصريين ما عندهم شروح عندهم تع نربح ذراع في بلادي نربح ذراع تعصب بزر ما يتمحش معاك في بلادهم ما يتمحش معاك على ذلك عندهم هذو هذو الغل وهذو البغض لا يتمحش معاك يا صحيح عندهم ذاك الغرور الغرور زائد عندهم كل منتخب فيه شوية غرور بسعوما عندهم غرور زائد هذا السقاء قالوا ما نستاهلو نعلي درنا دو دو جورايحين للأم درمان أيام في الماطار قالوا نستاهلو وصلنا لهذا زع ما كنا نشغلو ما كبار وستاهلو زع ما نخلاونا وصلنا لهذا هذاك حاسن حاسن هذاك كابيتان ديكي قالوا ما لعبت لعبت مية وسبع وسبعين وقيت لها بارتيا وقيت لها كان في الطهارة وكان يلعب ويقال لهم باللي هذا نهالي يقضب الجزائر نهال القرعة قضب جزائر دارها ما ذكرس الجزائر هذا قالوا ما لهم كان موتناهم في الملعب في القاهرة كوماتو ما عندهم شيء ما عندهم شروح الرياضية ما عندهم شيء ما عندهم شيء لا ديسيبليل مكاشي بأي طريقة مهلا بيك لك بلي في الخالج عندنا جماعة الخالج يعني يدخل لك يدخل لك ألف أخير يعني يدخل لك مئة واحد تونسي مئة واحد جزائري مئة واحد مغربي يدخلوا للملعب القاهرة يسكتوه غناء يسكتوه شعارة وليس شعارة ومغنيين في الأنصر شعارة وشعارة لا يوجد مصر أو أهل 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 لا تعرفوا أن تغنوا أو تلبسوا تديروا عباية و تديروا قوداز معها أنت كثيرا يتلبسك عندما يتلبسك تدخلوا عباية ل إذا كانت قديمة يتبقى الموذيع هذا لي يخدموا بذلك الغابة هذا دايما يتبقى يتبقى وقلت لكم من أجل وليس يقول لك مصر 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 الجزائر الجزائر والله أجلد fils بالعاني على الجزائر يقولوا يجدون فيها وهذا دايما يشكر الجزائر يتلعب الجزائر الجزائر للجزائر سوف يستعمر إفريقيا ويبدوا يفزي فيها ويحمي فيها يعملون فيها ويعملون معظم اليوتيوبر كما هو يوتيوبر جزائري قالوا مرحبا بك عندنا فدعر ويقولون مرحبا بك ويقلون بلاده ويقولون مصري مرحبا بك هذاك 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 أنتما تعرفون لا تعرفونهم ويقلون بلاده ويبتاحهم ويبدأون بلاده ويبتاحهم في 2001 ,200 ,200 ,200 ويجعلون في الجزائر ويقومون بمواجه يوتيوبر يجعلونكم تفضلوا يجعلونكم على حسن النيات يجعلونكم لا تفضلوا يجعلون سلوفينيا والمصريين فرحاني في مقهى أي اليوم يخرج يقول لك قاساير بازت ويعايل لك في بشيخ ويعايل لك وانتوما فرحانين سعى كل شي يجي في وقته خاتنها الأول كانوا يدخلوا مشاهدة بالكارهية وضروا قلبوها ويجيبوا مشاهدة ويخدموا بكم ويدخلوا درهم بالحب هذا ما كان